باب ألمنيوم فاتضح لي من خلال الرؤية بأنها خرجت لذكرها الباب الخارجي وتبديل الباب من حال إلى حال أو من صنف إلى صنف يدل على تبديل الزوجة والشاهد أو الغريب في هذه الرؤية أنها ذكرت أنه بدل باب الخشب فدل على أن هذه الامرأة أخلاقها غير سوية وليست لينة في أخلاقها لأن الخشب لا تستطيع التحكم فيه فهو يابس وتبديله إلى باب ألمنيوم يدل على أن الزوجة التي سيتزوجها زوجها أفضل منها أخلاق فالألمنيوم يستطيع الإنسان أو طبعه تستطيع أن تتحكم فيه فقلت لها يا أختي افعلي كذا وكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الرؤية لا تضر فأصرت على أن أفسرها فأرفض وعادة أنا أرفض أن أفسر الرؤى التي ليس فيها خير أصرت وأغلقت السماعة أرسلت لي رسالة وقالت لي تكفى يا شيخ إلا ترد علي وحاولت واستجدت فقلت لها يا أختي إن صدقت رؤياك فإن زوجك سيطلقك ويتزوج زوجة خيرا منك بعد تقريبا ساعة أو ساعتين أرسلت لي رسالة الآن ذهبت السكرة وآتت الفكرة أرسلت لي رسالة قالت يا شيخ أنا رأيتها وأثناء الرؤية كنت نائمة ونمعصبة فأرسلت لها قلت أصدق الرؤى أن يكون هالإنسان نائم ومعصب لأن هي التي أصرت أن أفسر بعد يمكن أربع خمس ساعات أرسلت لي رسالة قالت يا شيخ عندما رأيت الرؤية كنت نائمة ظهر وقيل لي أن رؤى النهار غير صادقة فأرسلت لها الرسالة وقلت لها بل أصدق الرؤى رؤى النهار فأغلقت عليها الباب أشاهد أنها اتصلت علي بعد فترة وقالت طلقني وكانت تدعو عليه لما ذكرت هذه القصة عندما قالت الأخت أرغب بتفسيرها للأهمية أحيانا من الأهمية أن لا يفسر الإنسان بعض الرؤى تقول صاحبة الرؤية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب بتفسيره للأهمية حلمت من أسبوع بوالدي الله يرحمه وهو متوفي منذ عشرين سنة وكان بالحلم منور وجهه وملابسه بيضاء إلا أنه كان متضايق بشدة حيث دخل علينا بغرفة مستطيلة وكبيرة ولا فيها أي شيء نهائيا سوى سجادة عادية وبسيطة وأعتقد أن لونها أخضر وكان متواجد في الغرفة أكبر إخوتي وأمي وأكبر إخواني وكنا جالسين على الأرض وعند دخوله فرحنا به إلا أن أختي أكثرنا فرحا به لكونها متعلقة فيه وقاموا له من مكانهم ما عاد أنا كنت جالسة على الأرض وقدماي أمامي وتركتهم وجاء إلي فثنيت قدمي واقترب مني وقبل جبيني جميل وقال ليس لك أمل بالعلاج واذهبي لمملكة البحرين وتركني وذهب لأختي أو ذهب لأخي يوصيه علي ولا أدري ماذا قال له ثم تركنا علما أنني حالة والله أعلم سحر قديم وهذا ما أفصح عليه شيخ أذهب إليه وأحضر جلسات خاصة عنده وأنا الآن أدرس في البحرين الدكتورة وأفكر في تركها أي ترك الدراسة عذرا على الإطالة وشكرا جزيرا خيرا رأيتي وشرا كفيت طبعا رؤية الميت في المنام حق كما قلت قبل قليل لأنه في أرض حق ولا يرى منها إلا الحق فالميت يرى على صورته التي هو فيها فهي تقول إن والدها كان في صورة حسنة وملابسه بيضاء إلا أنه كان متضايق الله أعلم إن كان صدقت هذه الرؤية فإن إخوتك مقصرين في الدعاء والصدقة إليه وكذلك إن صدقت الرؤية فأنت وأختك ممن يقوم بالدعاء والصدقة له وهنا ليس لزاما أن يقول أو أن يكون ما قاله شيخك الذي تقرأين عليه صدقا فهو يحتمل الخطأ والصواب ولكن حاولي قدر الإمكان أن تواصل الدراسة فإن حتى ولو كان في سحر أو في عين لا يستطيع السحر ولا العين أن تقهر إرادة الإنسان إذا حاول واجتهد طبعاً يتضح أنها إمرأة حلمت أني أصعد درج متكسر وأمسك حديد بالسقف عشان أصعد وكلما أصعد تنزل قطط من فوقي تدعمني وتنزل وأنا أصعد حتى وصلت إلى فوق طبعاً الصعود لا شك أنه خير والارتفاع خير ما لم يتجاوز العادة كأن يرى الإنسان أنه يصعد على درج فهذه مرتبة إن شاء الله وشرف له في الدنيا وقد يكون في الآخرة إن كان من أهل الصلاح فهو يرتقي حتى يكون من حفظة القرآن أو حفظة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صدقت رؤياك فهي رؤيا خير وصعودك خير لك أما القطط التي ترينها تدعمك أو تصدد فيك تدل على حساد يحاولون إثنائك عن هذا الأمر الذي أنت تفعلين إن كان عبادة وإن كان دراسة وإن كانت وظيفة واجتهاد والله أعلم فاصل ثم نعود لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم وأذكر في الأرقام الموجودة في أسفل الشاشة وإرسال حرف رأب العربي أو رأب الإنجليزي للمشاركة أيها الإخوة قبل أن أكمل رموز الرؤى وما تدل عليه هذه رؤية فيها بشرى لشيخنا والداعية المعروف الشيخ نبيل العواضي لن أقرأها لأن فيها كلام طويب ولكنها بشارة للشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في جنات الفردوس أعود إلى سرق بعض الرموز كثير من الناس يرى في منامه أنه يقرأ آية من القرآن أو سورة من القرآن وسور القرآن لها دلالات قد تكون واقعة لا محالة والله أعلم لأن القرآن لا يأتيه الباطل فمن رأى سورة البقرة كأن يقرأها أو تقرأ عليه أو يرى بعضها فإنه يرزق علما وعمرا طويلا وصلاحا في دينه ونجاة في ولده وقيل من قرأ شيئا منها ينتقل من موضع إلى موضع ويكون حظه في الموضع الذي ينتقل إليه أفضل وقيل من تلاها وكان قاضيا قاربت منيته والله أعلم وإن كان عالما طال عمره وحسنت حالته وقيل من قرأها يكون جامعا للدين مسارعا لكل ثواب طويل العمر وقليل الشر صابرا على الأذى هذا على الأعم فإن قرأ منها آية الكرسي دل على حفظه وذكاءه سورة آل عمران من قرأها أو رأى منها آية أو شيئا من ذلك أو تليت عليه يكون قليل الحظ بين أهله ويرزق ولدا في كبره ويكون كثير الأسفر وقيل يكون مختارا في الناس ومبرأا من كل دنس مجادلا لذوي الأديان المنحرفة وقيل ينال رزقا وبركة ويصف ذهنه وتزكو نفسه والله أعلم ومن رأى سورة النساء أو قرأ منها أو تليت عليه أو رأى منها آية فقيل أنه يبتلى بإمرأة سوء أو لا تحسن عشرة وقيل إن كان طالب علم مهراء في الفرائض وقيل يكون كثير الاحتجاج قوي اللسان وقيل يقسم المواريث ويصاحب حرائر النساء ويرث النساء ويرثنه بعد عمر طويل أما سورة المائدة فقد ذكر أن من رأاها أو رأى شيئا منها أو قرأت عليه يكون كريما نفسي محبا لإطعام الطعام وقيل يرزق اليقين والتعبد والخشوع وقيل يستجاب دعاءه وينال حظا ويعطى من الأجر بعدد كل يهودي ونصراني والله أعلم أما من رأى سورة الأنعام فقيل والله أعلم أو تتلى عليه يقال أنه يرزق بالبنين وبطيب العيش والرزق في الدنيا والآخرة وقيل يكون كثير النعم والمواشي والدواب وقيل يصلي عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له أما سورة الأعراف فمن قرأها أو قرأ منها شيئا أو رأى آية من آياتها أو تليت عليه يرزق من كل علم قيل يكون عالما من كل علم ويكون مؤمنا مقرا بالدين وتطأ قدمه طور سيناء هذا على الخصوص وقيل من تلاها فإنه يسافر ثم يعود سريعا ويكون ممنوعا من إبليس والله أعلم وقيل قراءتها هي شماتة بعدو ورؤيته في أسوأ حال والله أعلم أما سورة الأمثال من رأاها أو رأى آية منها أو قرأت عليه فإنه يكون مظفرا ويكون سالما في دينه وقيل إن كان ملكا كان منصورا وإن كان عالما كان ورعا وقيل يرزق مالا حلالا من قبل الغنائم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة والله أعلم أما سورة التوبة كذلك من قرأها أو قرأت عليه أو رأى بعضا من آياتها فإنه يكون محبا للصالحين وقيل لا يخرج من الدنيا حتى يتوب ويكون ودودا محبا في الناس أو محبوبا كذلك في الناس وقيل إن الله يصلح دينه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا له يوم القيامة أنه بريء من النفاق طبعا والله أعلم وكذلك أقيل أنه يعطى من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا وتستغفر له الملائكة